نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة برينا فلسطين ظالمة ومظلومة جزائريات بأبنائهم بالمئات وإذا أضفنا لهم أبنائهم ربما يتجاوزون الألف رأهم منذ ست شهر هناك آخر دولة في العالم هذه أي جنسية موجودة هناك خرجت أبنائها من غزة من خلاص الجوع والطش والقنابل والدواماكانش والدمار والتوحش الصهيوني ورهم شفنا في المرات اللي فات وريت لكم وربما رأكم شتوفوا في عماكن أخرى ويجي قللك مع فلسطين ظالمة ومظلومة كيف مع فلسطين ظالمة ومظلومة الأموال اللي تروح لعباس الأموال اللي تروح لعباس خلنا نسمعه من واحد هو لا يقل له إجراما عن عباس لكن شوف وش يشهد فيه وفي عباس هذا 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 دحلال محمد دحلال وفي خصومة بينه وبين عباس إلى آخر من يسيطر على السلطة الفلسطينية دحلنا نسمعه فقط نسمعه فقط الثلاثين ثانية الأخيرة باش ما نضيعهش الوقت واش يقول عليه وره عايش عباس أنا بقدر أجيب حقين من حباب عينيك هو يفكر أن تدمير فتح والمنظمة يعفي من المساءلة لاحقا أنت غلطان يا أبو مازل ستسأل عن المال وستسأل مرة أخرى عن كيف أنت وردت حماس في الانقلاب الوحيد المستفيد من الانقسام هو إسرائيل ومحمد عباس حماس خسراني فتح خسراني والشعب الفلسطيني خسران دعم عايش ملك فلوس وبسافر على عمان وقاعد مقيم في عمان عمليا بنا ثلاث قصور وقاعد ثلاث قصور في عمان طبعا ثلاث قصور في عمان عاصمة الأردن هذه وراها تروح أموالنا مش فقط أيضا يعتقل مقاومين يسجنهم لكن ثلاث قصور أكيد أن جزء منها من المال الشعب الجزائري أكيد ربما ليس كلها لكن أكيد أن جزء منها من أموال الشعب الجزائري لأنها دائما تصرف على عباس وليس عباس هو رئيس وخدام عند إسرائيل ويعتقل المقاومين وينهب المال العام لكن ما عندهم مش مشكلة فقط الجزائريين نقول لهم نعاونوا في فلسطين لا ما كنت عاونوا في فلسطين ولا الفلسطينيين راكم تعاونوا في الحركة ناعفلسطين راكم تعاونوا في الناهبين ناعفلسطين راكم تعاونوا في المتعاونين مع الكاين الصهيوني لا możliNe لا اعتقال الفلسطينيين وتعذيب الفلسطينيين لا ليس فلسطين